بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمياء الكهربائية كم 233 الوحدة الأولى تفاعلات الأكسدة والاختزال نواصل في شرح تفاعلات الأكسدة والاختزال والعوامل المؤكسدة والعوامل المختزلة في هذا التفاعل يتفاعل أيون الفضة مع فلز الرصاص المطلوب منك هو تحديد الأكسدة والاختزال وكذلك أن تحدد العامل المؤكسد والعامل المختزل في هذا التفاعل تم فقدان الإلكترونات هنا إذن يصنف هذا التفاعل على أنه تفاعل أكسدة لأننا نعرفنا الأكسدة على أنها فقدان الإلكترونات بينما في هذا التفاعل تم اكتساب الإلكترونات وبذلك يصنف هذا التفاعل على أنه تفاعل اختزال أين العامل المؤكسد وأين العامل المختزل؟ العامل المختزل هو الذي يفقد الإلكترونات إذن هنا تم فقدان الإلكترونات وبالتالي يعتبر فيلز الرصاص هو عامل مختزل بينما أيون الفضة هنا قد اكتسب الإلكترونات وبذلك يعتبر عاملا مؤكسدا نأخذ مثال آخر يتفاعل فيلز النيكل مع أيون الكروميوم في هذا التفاعل تم فقدان الإلكترونات من قبل فيلز النيكل إذن يعتبر هذا التفاعل تفاعل أكسدا بينما تم اكتساب الإلكترونات من قبل آيون الكروم 3 إذن هذا التفاعل هو تفاعل اختزال أين العامل المؤكسد وأين العامل المختزل النيكل فقد الإلكترونات كيف نعرف أن النيكل فقد الإلكترونات من المعادلة حينما تجد أن الإلكترونات كتبت مع النواتج كما هو الحال في هذا التفاعل إذن هذه الإلكترونات قد تم فقدانا وبالتالي يعتبر فيلز النيكل هو عامل مختزل أما عندما تجد أن الإلكترونات مكتوبة مع المتفاعلات هذا يعني أن هذه الإلكترونات قد اكتسبت من قبل آيون الكروميوم وبذلك تعتبر آيونات الكروميوم هي عاملا مؤكسدا مثال آخر يتفاعل آيون اليود مع آيون الحديد الثلاثي في هذا التفاعل تم فقدان الإلكترونات هنا من قبل آيونات اليود إذن هذا التفاعل هو تفاعل أكسدا لماذا؟ لأن الأكسدا عرفت على أنها فقدان الإلكترونات بينما تحول آيون الحديد الثلاثي إلى آيون الحديد الثنائي يعتبر تفاعل اختزال لماذا؟ لأننا وجدنا أن الإلكترونات مكتوبة مع المتفاعلات إذن هذه الإلكترونات تم اكتسابا والاختزال هو اكتساب الإلكترونات الآن ما هو العامل المؤكسد؟ وما هو العامل المختزل؟ لكي نحدد العامل المؤكسد والمختزل يجب أن نعرف ما هو العنصر الذي فقد الإلكترونات وما هو العنصر الذي اكتسب الإلكترونات يتضح من هذا التفاعل أن آيونات اليود هي التي قامت بفقد الإلكترونات وبذلك تعتبر عاملا مختزلا بينما آيونات الحديد الثلاثية قد اكتسبت إلكترون واحد وبذلك تعتبر عاملا مؤكسدا مثال آخر لتحديد تفاعلات الأكسد والاختزال وتحديد العوامل المؤكسد المختزلة هو تفاعل فيلز الزينك مع آيونات النحاس الثنائية في هذا التفاعل الزينك فقد إلكترونات إذن هذا التفاعل هو تفاعل أكسدا لماذا؟ لأن الإلكترونات قد فقدت كيف نعرف أن الإلكترونات قد فقدت؟ لأنها مكتوبة هنا مع النواتج إذن عندما تجد أن الإلكترونات مع النواتج هذا يعني أن الإلكترونات قد تم فقدانا وبذلك هذا التفاعل هو تفاعل أكسدا بينما الإختزال هو هذا التفاعل لماذا؟ لأن الإلكترونات قد تم اكتسابه العامل المختزل هو فليزة الزينك لماذا؟ لأن فليزة الزينك قد فقد هذه الإلكترونات وبالتالي يعتبر عاملا مختزلا بينما أيونات النحاس 2 قد اكتسبت هذه الإلكترونات وبذلك تعتبر عاملا مؤكسدا بهذا ينتهي هذا الدرس ونواصل في شرح تفاعلات الأكسدا والاختزال في دروس لاحقة